اشهد اسمو شخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الولمبية البحرينية اشهد بكلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني واكد سموه ان تشريف جلالة الملك المفدى لحفل الافتتاح جاء تأكيدا على حرص جلالته لتعزيز مسيرة الديمقراطية في المملكة والتي بدأها جلالته بتدشين ميثاق العمل الوطني مشيرا سموه في ذات الوقت الى ان جلالة الملك المفدى يحمل روح الاصرار والعزيمة على التقدم بهذا الوطن والنهوض به الى اعلى المستويات وترسيخ مبدأ القانون والعدالة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية في قيادة المملكة الى افاق رحبة من التطور والنماء واكد سموه الشيخ ناصر بن حمد على مضامين كلمة جلالة الملك المفدى في دور العقاد التي حملت العديد من المعاني السامية في قوة وترابط البحرين وتحقيق الامن والاستقرار في المملكة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التكامل للبحرين من كافة النواحي واكدا سموه وقوف ابناء البحرين مع القيادة الرشيدة في تحقيق المزيد من الانجازات الوطنية وصون المكتسبات التي حققتها المملكة وذلك استكمالا للنهج المفتح الذي اعتمدته مملكة البحرين في مختلف الميادين واضاف سموه الشيخ ناصر بن حمد الى ان عاهلة البلاد المفدى وضع مبادئ تضمنت رؤى متقدمة في كافة شؤون المملكة تضفي تطورا كبيرا على المرحلة المقبلة والتي تحتاج الى جهود كبيرة من قبل كافة قطاعات المملكة والمواطنين مشيدا على ان جلالة الملك المفدى اعطى اهمية الى التنمية المستدامة مساحة واسعة في خطابه والتي ارست المملكة قواعدها واخذت تسير في الطريق الصحيح لتنفيذه كما اشار سموه الشيخ ناصر بن حمد الى ان الكلمة السامية لعاهلة البلاد المفدى اكدت على حفاظ مملكة البحرين على مكانتها الاقتصادية بالرغم من مواجهتها لتحديات اقتصادية كبيرة وانها جاءت مبشرة بمستقبل يحمل تطورا في كافة الميادين كما اكد سموه الشيخ ناصر بان جلالة الملك دائما ما يوجهنا الى وضع المزيد من الخطوات التنفيذية المجالين الشبابي والرياضية وتنفيذ وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى في دعم الشباب البحرينية وتقديمهم كنماذج فاعلة في المجتمع والرامية الى تحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار الشامل للوطن والمواطن داعينا الله ان يحفظ البحرين مليكا وحكومة وشعبا وان يدوم على هذا البلد نعمة الامن والامان والمزيد من التقدم في مختلف الميادين